هناك أمور تحدث وتتم بمحر القدرة العليا وعلى وفق المشيئة الإلهية وحدها ليتنفذ في الناس طوعا أو كرها سواء شعر بها الناس أو لم يشعروا فالعقول ومقدار ما يودع فيها من ذكاء أو غباء والأمزج وما يلابسها من هدوء أو عنف والأجسام وما تكون عليه من طول أو قصر أو جمال أو قبح وشصيات وما تطبع عليه من امتداد أو انكماش والزمان الذي تولد فيه والمكان الذي تحيا به والبيئة التي تنشأ في ظلها والوالدان اللذان ينحدر منهما وما تتركه الوراثة في دمك من غرائز وميول والحياة والموت والصحة والمرض والسعى والضيق ذلك ومثله لا يدل الإنسان فيه فأصابع القدر وحده هي التي تتحرك ظاهرة وباضنة لتوجه الحياة كما يريد صاحب الحياة إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وغني عن البيان أن شيئا من هذا ليس محل مؤاخذ ولا موضع حساب وإنما لفتنا النظر هل تعرف أن الجنسية التي تنتمي إليها واللغة التي تنطق بها بل نوع التكوين الذي يوجد الإنسان عليه ذكرا كانه أنثى هذا شيء من الخصائص التي لا قبل لنا بها ولا سبيل لنا إليها والإيمان بهذا الضرب من القدر واجب والأدلة عليها متظاهرة من العقل والنقل وعلى المؤمن أن يوقن من أعماق قلبه أن هذه أمور مفروغ منها هذه أمور علمها الحق وأرادها ونفذها استقلالا ولسنا منها في قليل ولا كثير وقد أحسن سلفنا الصالح الإيمان بها فكان أثرها في مسلكهم رائع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر